ورغم الأمن الكبير الذي تتمتع به مدينة سامراء كبرى أقضيت محافظة صلاح الدين لأن شريانها الاقتصادي قاب قوسين أو أدنى من الاستئصال بسبب غلق تلك الطرق التقرير في التالي يوضح المزيد من التفاصيل ربما تلك الوعود التي أطلقتها تشكيلات القوات الأمنية في قضاء سامراء بخصوص فتح الطرق الرئيسية والداخلية لم تجد أدنى صاغية لتلبيتها بل بقيت على ما هي علي الآن وكذلك أغلقت طرق جديدة في المدينة رغم أنها تتمتع بأمن مستتب وكبير ولم تسجل أي خرقات أمنية فيها وبالرغم من التعاون الكبير الذي تشهده المدينة بفضل تكاتف أبنائها مع القوات الأمنية إلا أنهم بقوا مقيدين في شوارع وطرق لها مدخل ومخرج واحد وكأن القضاء يعيش في حالة حرب بين قوتين كبيرتين متناسين أن تلك القطوعات تؤثر على الشريان الأهم ألا وهو الشريان الاقتصادي أهل المدينة وبعد سأمهم لهذا الوضع نشد القيادات العسكرية وحكومة القضاء بتدخل لحل هذا الأمر إلا أن الحل لا تأخر كثيرا وربما لم يرى النور أصلا حتى دعاهم هذا الأمر إلى مراجعة والإلحاح في انتشار طلبات فتح الطرق على شقي الحكومة في المدينة وبعد كل هذا أطلق الناشطون من أهل سامراء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ افتح الطرق منددين بكل ما يحصل من إجراءات لا تليق بالمدينة وأبنائها الذين ضحوا في سبيل الوطن وأيضا كانت المدينة منطلقا لعادة تحرير جميع أراضي صلاح الدين من قبضة الإرهاب ويأمل المواطن في سامراء من استجابة تلبيها القوات المشتركة في داخل المدينة مؤكدين أن هذا الإجراء إذا لم يستجب ربما سيتحول الأمر إلى عصيان مدني ونقل القضية إلى حكومة المركز وتلبيتها من هناك ترجمة نانسي قنقر